السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه اخواتي وصحاب الغليين من كل مكان حوارين العالم? هنتكلم النهاردة عن طفرة جديدة من ضمن طفرات البوجي. وهي طفرة اسمها طفرة التكساس. ازاي ننتج الطفرة دي? وهل سعرها كويس? ولا سعرها قليل? ونشتغل عليها ازاي? والوانها ايه? وايه اكتر الوان مطلوبة فيها? ده هيكون موضوعنا ان شاء الله اللي هنتكلم عنه. ولكن بذكرك في البداية لو لسه اول مرة تشاهدوا القناة بتاعتنا. ما تنساش تنضمن قسرتنا الغالية عن طريق الاشتراك من الزرارة الاحمر اللي موجود تحت. اشتراك او سبسكرايب. وتاكد انك مفعل زرار الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد. يجي لك اشعار لي بازن الله. اول حاجة عاوز اقول لك عليها ان الطفرة دي متشابهة مع طيور تانية كتيرة زي البندد وزي الهوريكل. ولكن في شوية حاجات كده لو انت خدت بالك منهم هتعرف الطفرة دي بكل سهولة. وخلينا اقول لك كده مبدئيا ان الطفرة دي كانت من فترة بسيطة كانت تعتبر من اغلى الطفرات اللي موجودة في السوق واكتر الطفرات انتشارا. وكانت عاملة كده زي البلاك وينج بالزبط. ولكن عشان الطفرة دي من الطفرات المرتبطة بالجنس بسهولة جدا قدرنا نحصل عليها وسعرها بقى في متناول الجميع. الطفرة دي اول ما كانت نزلة موجودة في الاسواق كان الزوج بيتباع منها بحوالي خمسة وسبعين الف جنيه مصري. وكان كان كان بيتباع بمية الف جنيه مصري. احسب بقى بالدولار يعني يطلع قد ايه الجنيه بالنسبة للدولار دلوقتي بيوازي خمستاشر جنيه وخمسة وستين قرش. يعني رقم رقم كويس جدا يعني اللي بقسة به. فالطفرة دي بسبب ان الناس كتيرة جدا قاعدت تنتج فيها وبقت شغوفة بان هي تحصل عليها بأسهل الطرق واكتشفنا كمان ان الطفرة دي سيدة سيادة تامة او مش تامة بقى سيادة غير تامة على القلبينو. فكان انتاجها سهل جدا. هورنهلكم كده بالتفصيل وهقول لكم تعرفوها ازاي. انا جايب معي هنا تلات نواع تانيين مختلفين عشان نقدر نقارن ما بينها وبين كل عصفور والتاني عشان لون الجناح بتاعها متشابه لحد ما مع الجناح الفاتح اللي هو زي بتاع الرنبو ولكن ما هو زي الفارد التاني ده. مبدئيا كده عاوز اقولك عليه ان تكسس دوت بيقولوا عليه ان فيه منه نوعين هو بيتقال عليه تكسس كيلير بادي او الكيلير بادي عمتا. الكيلير بادي فيه كيلير بادي تكسس وفيه كيلير بادي ازلي او بنقول عليه احنا هنا او تكساس كلير بادي. الاتنين في فرق ما بينهم قوي جدا في لون الجناح. ولكن السماء المشاركة ما بين الاتنين هو ان لون الجسم صافي مفيش في اي علامات. يعني مسلا لو جينا مساكنا فرد زي فرد اللي هو الرنبو ده كده. بص كده على اللون الصدر بتاعه. في ازرق في ابيض في في تموجات كده في اللون. اللون ما هو السابت. وطبعا عشان ده رنبو هتلاقوا درجة الجناح بتاعته من تحت كده الزرقان بتاعها قوي. وده ده ده الفكرة الرئيسية. اما التكساس بقى ما هواش كده. خلينا على طول بقى نبطل الكلام النظري ده. ونتكلم عاملة على طول. الفردة التكساس هي الفردة اللي معايا اللي جوا دي. هفرقكم كده على لون الجسم بتاعها عامل ازاي? بتاعيال يا جميل. بسم الله. بصوا كده على لون الجسم. لون الجسم كده الصافي ما فيش في اي علامات. اللون الازرق ده او اللون الضي الخفيف ده. علشان خاطر دوت جاي من ورح جاد. فيلوت انا شغال عليه. انا بحاول ارقي في الطفرة دي بقالي فترة. يعني الطفرة دي ما شاء الله عندي بقالي حوالي سنتين تقريبا. آآ كل ما الانتاج بتاعك فيها بيزيد. كل ما الناس بتاخد منك. كل ما غيرك بيفرخ. كل ما السعر بيكون افضل. وبيكون ايصر على ان حد. انه يبقى بالنسبة لاي حد سهل ان هو يشتريه. الطفرة دي زي ما قلت لكم كانت بدقة بمئة الف جنيه. بعدين خمسة وسبعين. بعدين خمسين الف. حاليا دلوقتي الزوج التكساس الجولدنات بيتباع فرنج الخمس تلاف جنيه. طبعا نزول كبير جدا لسعر الزوج منها. ولكن لا زال برضو ان خمس تلاف جنيه للزوج الجولدن كويس. اما الازواج بقى العادية اللي هي اللي بوش ابيض الجسم العادي الازرق. بيتباع فرنج من تلات تلاف لاربعة تلاف جنيه. وممكن بتلات تلاف جنيه كمان تجيب جوز كويس. ولكن انت دايما لما بتيجي بتدور على انك تنتك تفرق كون مميزة بتحاول قدر الامكان انك تجيب اعلى لون فيها واكتر حاجة مطلوبة فيها في السوق. بصوا كده درجة لون الجسم عاملة زي صفية. لكن من عندي السدر في لون صفار متداخل معاه. ده بسبب الياروفيس اللي موجود في جسم العصفور. وانا شايف ان الياروفيس هنا قوي جدا ومجمل لون العصفور. ده كده بالنسبة للون بتاع الجسم. هتلاحظوا ان لون الديل بتاعها لونه كحلي. لون الديل كحلي. وبينتهي كده بالطروف صمرة. انا بكلمك في الحاجات العملية اللي قدام عينينا. طيب ايه بقى اللي بيميز التكساس عن اي عصفور تاني. بص كده. هحطه لكم جنب بعض علشان تعرفوا القرنه ما بين كل واحد والتاني. سيب يا عم. يا عم خوش. اهو. قرنه كده ما بين اطراف السلاحات. بين كل عصفور كده والتاني. هتلاقوا ان كل واحد بيتميز بدرجة لون غير التانية خالص. طيب ايه اكتر حاجة مختلفة? هو طرف السلاح. بص كده الرنبو. لون السلاح بتاعه عامل ازاي بالنسبة للجسم? لونه هتلاقي فيه لون بني كده. فيه لون خفيف. لأ طب تعالنا نتكلم عاملي اكتر. وليمسك واحد واحد. انا جايب لكم ده. عشان خاطر وتقدروا القرنه كويس ويبقى الموضوع المعلومة واضحة قدام عينيكو. كلامنا كله على اطراف الريش بتاع السلاحات اللي هو رش الطويل المتقاطع اللي قدام عينينا ده. دوت. شايفين ده? الريش الطويل اللي انا لمسته بايداية دوت هو ده اللي انا باتكلم عليه. بصوا كده درجة اللون هنا عاملة ازاي? لونها بني كده فيه بني كده خفيف فيها. وممتزجة مع درجة لون الجسم. ده كده بالنسبة للرنبو. طب تعالنا نقارن بقى العصفور العادي النورمل اللي هو زي الاخدر اللي قدامنا ده. بتاعي كابتن. نعدلها بس كده في ايدينا. بصوا السلاحات عاملة ازاي هنا? السود خالص. بلون بقع الجسم. يعني الجسم عليها بقع سودة. واسلحة الطيران هي السودة اللي انا بلمسها دي. اللي هي اطول ريش في جناح العصفور. طيب تعالك اده نمسك بقى التكساس تاني ونبص عليه ونشوف بقى الفرق عشان نقدر نميز التكساس عن غيره. اهو بصوا السلاحات ممسوحة مفيش فيها علامات. كأن عصفور الريش بتاع الاسلحة اتمسحت نهائي. وتحس كأنه زي ما يكون عصفور بندد. وطبعا اللون متخلله كده اللون الاصفر بسبب درجة لون الجسم العصفور ده ودرجة لون جسمه جولدن. آآ يعني في ناس هتصنفوا حاجة تانية غير كده. بس طبعا العصفور على الطبيعة بيبقى درجة اللون اجمل بكتير وتعرف تشوفها اكتر. لازالك ديما بنحاول نقيم الطيور التفرد دي. وهي على الطبيعة. بص بقى هنا الجناحات. لونها اسود لكن السلاح لونه صافي. ده الصدر مفيش فيه علامات تقيلة. العلامات بتاعته ممسوحة مفيش في الصدر علامات. فلازالك اسمه يعني اللي هو الجسم يعني بالعربي يعني جسم. الجسم بتاعه صافي مفيش فيه علامات. وبقعة الخد بيكون زي ما انتم شايفين كده واضحة وقوية. والديل بتاعه بيكون لونه كحلي في الاطراف كده فيه زي لون اسمر بس هو الريشة كلها لونها كحلي. انا بكلمك كده في الكلام العملي اللي يخليك تقدر تميز العصفور. طيب الطفرة دي ايه نحصل عليها ازاي او نوصل لها ازاي? بنجيب فرد تيكساس زكر نجوزه الفرد عادية يجيب لنا في الانتاج اناس تيكساس وذكور اسبلت تيكساس. طيب كلام جميل. الطفرة دي سيدة على الاينو. لو انت جوزتها الاينو هتلاقي كل الانتاج بتاعك يطلع تيكساس ولكن طبعا الزكور هتكون اسبلت اينو. فلزلك الناس ما بتحبش تعمل كده علشان خاطر الاينو لما بيخش في الدم مع تيكساس هيجيب لك في الانتاج بعد كده اينو تيكساس او اينو مع تيكساس فهيبقى شكله وحش. ااا التيكساس ما بيمتزجش الاتنين مع بعض. فاقصد بكلمة اينو تيكساس ان هيطلع في الانتاج اينو وتيكساس. لكن اللي ما فيش حاجة اسمها اينو تيكساس عصفور واحد. الطفرة اما بتزهر ياما اينو ياما تيكساس. وانت بتعمل التركيبة دي نصيحة ابعد عن تركيبة التيكساس مع ال اينو نهائي. ابعد عن الهوريكل. ابعد عن الاسبانجل. ابعد عن البندض. خلي التيكساس يكون مع عصفور عادي نورمل. وحاول الالوان بقى الجميلة اللي تشتغل عليها انك تنتجه مع رمادي او مع موف. والاوبلاين في التكساس هو اجمل درجة في تكساس نورمل ولكن الناس مش حباه هو اكتر حاجة الناس حباها وحبا تقتنيها هو التكساس الاوبلاين ولو حبيت بقى تبقى شطور خليك في التكساس الاوبلاين الجولدن ده اكتر عصفور مطلوب في السوق دلوقتي بكيانا نكون عرفتنا لعنومة بتاعتنا كاملة اه اه اتمنى بكل صفات من الفيديو ما تبخلش علينا بقى او ادعمنا باللايك والشير وتعليقك احت الفيديو مرسي لوقتك الجميل اللي قضته معايا اسبكو على خير ونتقابل الفيديو الجاي السلام عليكم